السلام عليكم كيف انتم؟ لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شيوات مع ايمان صليوا لان بكيف ملعدا عن نبدع الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غادي نتقسم معكم اليوم غادي يكون الاقتراح لوجبة العشاء او غداء طبق اللي هو لديد بزف صحي بدون لحوم شي حاجة اللي انا اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم طريقة ديالة تحضير دياله جد جد سريعة وسهلة ومكونات ليوماء بساطين من زجي نطول عليكم كتر ندوز نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيف ملعدا فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غادي نحتاج هنا ياخذي تكمية ديال البتاطا اللي سلقتها من قبل حيط للقشر دياله غادي نضيف لها الملح ورشة من الفلفل الاسود اي البزار كذلك هادي نضيف لها عندي فلفل احمر اي البابريكا هاد النوع اللي كنستعمل انا عندي شوية حر تقدرو تزيدو الحر اي الشطة او السودانية او تستغنو عليها كتبقى اختيارية عندي ملعقة كبيرة من الزبدة وغادي نمعس هاد البتاطا ديالي مزيان البتاطا عندي باقة سخونة يستحسن تكون سخونة هرسوها او معسوها باش بسرعة كتتعجن معاكم بالنسبة الكمية ديال البتاطا كذبقى على حسب العادة ديال الاسرى ديال كومنتوم صافينا بعد ما ما حسب البتاطا ديالي مزيان على فكرة بالنسبة ديك الملعقة ديال السبدة تقدرو تستغلوها بقطعتين من الجبن المثلات يعني اي جبن متلات انتم ما توفرين عليه تقدرو تستغلوها بديك الملعقة كبيرة ديال السبدة ضيفت اخواتي بقدونس او المعد نوس المجفف غير ما كانش عندي معد نوسطري فا استعملت المجفف اذا انتم ما توفرتوا على معد نوسطري يستحسن كي تواتب الزف مع البتاطا باش غدين نسم به البتاطا ديالي نضيفت كمية ديال الاروز كمية اللي هي بسيطة انا استعمت واحد ناس في كأس ديال الاروز اللي سلقتو ومن اللي كي تتبكي تضاعف الحجم دياله ويستحسن اخواتي الاروز اللي بتستعملو ديال الاروز اللي كي يكون صغير الاروز اللي كيتعجب هادك اللي يستحسن تستعملوه سافي سلقتو من قبل في الما والملح استقطرتو وضيفتو البتاطا ديالي ده بغادي مده نشكل كويرات على هذا الشكل هذا نحضر كروكيتاس نحضر المكونات نحضر المكونات نضيف كمية الملح 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 تقريبا 150 جرام الصبانخ قطعت صغيرة وضفتها على البصلة وغطيت صباح الغيطاء غير شوية وعليت على النار لتلقى كمية كثيرة الماء لأن الصبانخ يتلقى كمية الماء أصبحت طويلة وحافظ على فوائد نعليه على النار لتقللون معي والتي تتلقى كمية الكثير من الماء بالنسبة للتوابل أضيفت ملح فقط من الفلفل فضفت كمية ملح اخواتي كما نعرفه السبانيخ او الزيبيناغ لا يحتاج بمزاف الملاح سوف يقلس السبانيخ مزيان حتى لا يبقى فيهم الملعقة متوسطة من الزبدة ميو عادي لعشرين جرام ملعقة متوسطة من الزبدة ومن بعد نزيد عليها ملعقة كبيرة من النشا نشا الدراء او ميزينة معي عادي لعشرين جرام سوف تستعملوا ملعقة الزبدة مع ملعقة الطحين او النشا سوف نضيف الحليب عندي 300 ميلي لتر من الحليب اللي سوف نضيفه بشوية بشوية بالنسبة الاخوات اللي كيبغوا العبار بكس ديال العنباء 300 ميلي لتر غادي تعطيكم جوج ديال الكيسة من كس ديال العنباء وانما ما يكونوا شي عامرين او لا تستعملوا كأس يكون مملوء جيدا والكأس ثاني الا ربع يعني زيت شوية على النصف باش تعطيكم باش تحصلوا الى 300 ميلي لتر صفين بعد ما ضيفت الكمية كاملة ديال الحليب انا كنضيف بشوية بشوية كيف ما شاهدتوا معي وانا كنحرك زيت الملح ورشة من الفلفل الاسود اي اللي بزار ورشة واحدة لحكا غير صغيرة ديال قوزة اي جوز الطيب انا كتعجبني فصوص بشامل الاخوات اللي ما كتعجبهم شي وما كيستعملوها شي استغنوا عليها سوف نستمر في التحرك حتى كتعقد معي صوص بشامل فانا كنفضل نحضر صوص بشامل بالنشاء اي ميزينة لانا كتجي خفيفة وكتجي في حل الكريمة ديال الطبخ تقريبا كنفضل انني استعمل على انني استعمل طحن ولكن كيبقى يعني ماشي مشكل اذا استعملت الطحن حتى هي كتكون صوص بشامل اللي هي ناجحة سافين بعد ما اعقدت معي صوص بشامل يلي كدت عمل فقاعات على هات الشكل هادا غادي ننخده ونفرغه على ديك الليزي بناغ والبصل اللي كنت قليت من قبل باش غادي نخلط الكل جيدا الاخوات اللي يبغوا يعني عملوا طبقة ديال سبع نخمع البصل بوحدة تا عدي غطي وبصوص بشامل كيبقى لكم الاختيار انا خلطت هيدا على هات الشكل هادا صاب هين هين بعد ما سليت كل شي غادي ناخد دباء الطبق انا غادي نحضر هيدا اطباق فرضيات تقدروا طبعا تستعملوا المول زجاجي لكي دخل الفرن او لاي سيميا كتحضروا فيه انتوما اللي كغطان ديالكم على شكل كبير او لا هيدا فرضيين اللي بغيتو كيف ماشي ضروري اخواتي كيفما اذكرت معكم تقدروا تستعملوا الطبق ديال المول زجاجي اللي كدخل الفرن او لا اي سينيا انتوما كتحضروا فيها هيدا الاطباق اللي كدخل الفرن كيف ما شاهدتو معايا كنوضع طبقة ديال الخليط ديال ليزيبينا مع صوص بشامل وفوق منها كنوضع كويرات ديال البتاطا مع الارز وغادي نغطيب هادا الصوص بشامل مع الليزيبينا بطريقة اللي كتوضح لكم الصورة حقا كيجو اللي كتوضح لكم صورة حقا كيجو اللي كتوضح لكم بزاف وكيجو مع اللي كيوشي ناشفين وجربوهم انا اكيد غادي يعجبوكم سافي غادي نستمر حتى نسالي الكيميا اللي عندي كاملة هنا يتبقى لي كيفما كتشاهدو معايا كنتبقى لي الكويرات ديال البتاطا وكذلك احتهاد لزيبينا فغادي نزيد واحد طويج اخر سافينا بعد ما ساليت الكيميا اللي عندي كاملة غادي نضيف واحد شوية ديال الجبن على الوجه ديالهم بالنسبة الاخوات اللي ما يبغوش يضيفوا الجبن يعني بغوا الطبق لي هو صحي وبغوا يتفادوا الأجبان فاستغنوا على هالجبن اخواتي غير هو رجعوا دخلوا دخلوا الطبق ديالكم الفرن باش يتحمى شوية يعطيكم ديالك القشرة على الوجه دياله وصافي انا غادي نضيف واحد رشة من الجبن السعمل الجبن مدر الله دخلوا من الفرن النار من الأعلى ومن الأسفل غير يدوب هاد الجبن ويتحماروا كيكون عندي كيكون عندي الطبق أو للأطباق كيف ما اتكرت معكم انا حضرتهم فرديين صبحوا جاهزين صافيهنا بعد ما خرجت وجنة ديالي من الفرن يستحسنتنا ولو مو مسخونين باش كيكون ديك الجبن معلك فكنتمنى الاقتراح دياليومين للاعجاب ديالكم ونتمنىكم تجربوهم حقا كيجيوا لدادين لدادين وشي حاجة كيف ما اتكرت معكم اللي هي صحية الفيديو الاقتراح دياليوم احتل هنا يوكيكون سالة نتمنى يا ربي الفيديو ديوم يكون للاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم اذا اعجبكم الفيديو دياليوم اتنسوني شي اخواتي كيف ما العذاب للايك ديالكم التعليق الجميلة تبرتجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم اللي بقى منضمشي القناة كان قلكم مرحبا بكم والف الف مرحبا احبكم في الله والى الفيديو القادم ان شاء الله تهلوا لفرسكم بزاف وبسلامة شكرا